سيد الرئيسة عائشة البلغ ولكن رأيها كريم يمكن كان شي حاجة مرحبا بك مرحبا بك سيد الرئيسة شكرا السيد الرئيس السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيدات والسادة النواب ونحن نعقد هذه الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة بخصوص صندوق الإيداع والتدبير أود بداية باسم المجموعة النيابية التقدم والاشتراكية أن نقف على الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات في تقديم المساعدة والخبرة للبرلمان من خلال التقارير التي ينجزها حول تفكيك منظومة تدبير المالية العمومية ومدى عكاسها على ربح رهان النجاعة والحكامة في تدبير الإنفاق العمومي وكذا على مستوى تقييم السياسات العمومية وهي مناسبة نقف فيها أيضاً على المجهود الكبير الذي يقوم به عضوات وأعضاء لجنة مراقبة المالية العامة في إدراج عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن أجندة عملها الرقابي المكفول بمقتضى الدستور والنظام الداخلي لمجلسنا هذه المؤسسات والمقاولات العمومية التي كانت من ضمن الطابوهات التي تبقى خارج أي رقابة أو أي تقميم ومن ضمنها صندوق الإداء والتدبير الذي أحدث سنة 1959 كدرع مالي واقتصادي للدولة كان الهدف منه استكمال الاستقلال والسيادة المالية والاقتصادية بعد الاستقلال السياسي لبلادنا وقد لعب أدوار كبيرة في الاختيارات الاستراتيجية والاستثمارية التي قامت بها الدولة ويجب أن يظل كذلك إلا أننا بقدر ما نعتبر بأن لصندوق الإداء والتدبير وظيفة المنفعة والمصلحة العامة من خلال الاستثمار لفائدة الاقتصاد والتنمية الوطنية بقدر ما له المسؤولية أخلاقية في حماية وتأمين موارد الادخار والودائع التي تتطلب رعاية خاصة وتحقيق رهان المرضودية السيد الوزير بالفعل أهمية الصندوق تكمن في كونه يظل مواكبا لمشاريع الدولة المهيكلة إلا أن التقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل عددا من الملاحظات والتوصيات تنصب أساسا على حكامة هذا الصندوق الذي بقي رهينا لنفس المقاربة منذ إحداثه سنة 1959 فعلاوة على تضخم الفروع هناك الضعف مرضوضية بعض المشاريع وغياب إطار قانون ومؤسسات مواكب وتعطيل لهياكل والأجهزة المراقباتية وكذلك نقائص بخصوص السياسة الاستثمارية وإن كنا نتفهم قرار الدولة في علاقتها بالصندوق الذي يقوم بمهمة التنفيذ وغيرها من الملاحظات والتوصيات والتي تفاعلتم معها إيجابا السيد الوزير السيد الوزير إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تقدمنا بمجموعة من الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات بشأن تدبير هذا الصندوق وعبرنا عنها خلال اجتماعات لجنة مراقبة المالية العامة وإعادة نظر في طبيعة المشاريع التي يشرف عليها هذا الصندوق وعلى كلفتها المالية وآثارها على استثماراته وعلى المنفع العامة وكيف يتدبير الصندوق للأموال المودعة لديه والرفع من منسوب الحكامة في المشاريع التابعة له من خلال تقوية آليات الرقابة وبتفعيل لجنة الحراسة أمام التمركز الحالي لكل القرارات بيد المدير العام وكذا الحرص على مدى مواكبة وتأهيل خدمات الصندوق للتنمية المجالية وللورش الجهوي علاوة على إجراء تقييم شمولي لتحديد نوعية الاستثمارات والشركات التابعة للصندوق ووضعيتها المالية وإعادة النظر في الهيكل الإدارية والتنظيمية للصندوق وفي الرواتب والأجور وغيرها واعتماد النصوص القانونية الجاربها العمل في التوظيفات وإسناد المسؤوليات ثم إحداث آلية مؤسساتية محاسبتية للوقوف على ما هي الإفلاس لصنادق الحماية الاجتماعية والمدبر من قبل الصندوق ومعالجة الاختلالات المرصودة وترتيب الجزاءات اللازمة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة السيد الوزير إننا في التقدم والاشتراكية نؤكد على ضرورة تعزيز الممارسات الفضلة المتعلقة بالحكامة والتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية المساهمة في النموذج التنموي لبلادنا وبالرغم من تشجيلنا تفاعل الحكومة الإيجابي مع عدد من التوصيات التي صادقت عليها لجنة مراقبة المالية فإننا في المقابل نسجل تأخر تنفيذ هذه التوصيات وعدم انخراط الحكومة بالشكل اللازم والفوري حتى لا تتحول هذه النقائص المسجلة على الصندوق إلى تكريس الصورة السلبية للأسف لهذه المؤسسة العمومية الستراتيجية الوطنية لدى الرأي العام وضعف الحكامة في تسيرها فقد بات ورش إصلاح ضمن أولويات الحكومة في مجال نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تراهن عليها بلادنا كثيراً في التنمية على اعتبار أن الدستور أكد على ضرورة إخضاع كل المؤسسات المقدمة للخدمات العمومية بجميع مستوياتها إلى معايير الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والسلام عليكم شكراً سيد الرئيس شكراً